السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد حياكم الله وأن أخواتي برنامج آية وفايدة لا زال كلام موصولا عن الآية 177 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة قول الله سبحانه وتعالى السائلين الذي يسأل الناس ذكرهم الله سبحانه وتعالى أنك تؤتيهم من الأموال التي آتاك الله سبحانه وتعالى يعني تتصدق عليهم وهذا أمرهم جدا أخواني خواتي إن الله سبحانه وتعالى ذكر الفقراء أو المساكين وذكر السائلين ليش؟ لأن في من الفقراء من لا يسأل وفي منهم من يسأل وسبحان الله عادة إذا الإنسان سئل الأموال يمكن يجد عند نفسه تردد يقول أنا شون أعرف أن هذا قد يصدق وقد يكذب هذا الإنسان يريد أن يتكثر بسؤاله يعني هو لا يسأل الأموال ليسد حاجته لا يريد أن يخدعنا نقول اطمئن أنت أيها المتصدق وكذلك المرأة المتصدق اطمئنه فإن الأجر ثابت بإذن الله سبحانه وتعالى يعني رب العالمين ما رح يعطيك أجر إذا كان هذا الإنسان صج فقير والله سبحانه ما رح يعطيك الأجر إذا كان هذا يكذب عليك لا الأجر متعلق بك أنت إذا تصدقت فجاء نساء ليسألوني والله أنا محتاج أريد المال لأدفع مثلا أجار البيت أو لشراء الدعاء أو لتزديد رسوم مدرسة للأولاد أو لكذا طيب أنت أعطيته المبلغ الكامل أو ساهمت فرب العالمين رح يعطيك الأجر هو أخذ الأموال وخدعك بهذا الكلام هذا الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى يعني من الأمور الجميلة حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرجل الذي قال لا تصدق أن الليلة بصدقة فتصدق فوقعت صدقته بيدي سارق فصار الصبح الناس قاموا تكلمون قالوا شوفوا هذا يبي تصدق لما جاء تصدق تصدق على إنسان سارق فتضايخ هذا الإنسان قال يا رب أنا تصدقت وأخيرا تصدقت على سارق لا راح تصدق بصدقة أخرى يعني هو ظن أن الصدقة غير مقبولة لأنها وقعت في يدي سارق فلما تصدق الليلة الأخرى وقعت صدقته في يد امرأة بغي بالعياذ بالله فأصبح الناس يتكلمون وينتقدون يقول شوفوا هذا الرجل تصدق على امرأة بغي قال يا رب على امرأة بغي فأراد أن يتصدق هو ظن أن الصدقة غير مقبولة فلما تصدق في الليلة الثالثة وقعت صدقته في يدي إنسان غني فأصبح الناس يتكلمون ينتقدون شوفوا هذا الإنسان تصدق على غني قال يا رب على سارق على بغي على غني فأرسل الله سبحانه وتعالى إلي أن لعل صدقتك على الإنسان السارق أن يتوقف عن السرقة وكذلك صدقتك على المرأة هذه البغي لعلها أن تستعف وصدقتك على الإنسان الغني لعل الله سبحانه وتعالى يجعله يتصدق هو على الآخرين ويكون كريما فشوفوا شلون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر هذا الرجل في محل انتقاد أن لأ صدقتك مو مقبولة إذن هذه رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام وهذه فائدة مهمة جدا أخواني أخواتي أن علينا أن نتصدق أما الإنسان الآخر هذا السائل هو يكذب هو يصدق هو مبالغ في الكلام هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى فأنت يا أمه تعطي هذا الإنسان السائل أو أنك ترد عليه بكلمة طيبة أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتصدق على الناس من غير سؤال لكن قد يهدد قد يحذر عليه الصلاة والسلام يعني شمعناته يعني خلي موضوع بينهم بين الله سبحانه وتعالى لحظ فيها لغني ولا لقوي مقتدر ترى أنا بتصدق عليكم وبعطيكم من المال لكن انتبهوا إذا أنتب تكذبون في كلامكم فلا تستحقون هذه الصدقة فإذا نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أننا نأدي دورنا أما هذا الإنسان السائل يكذب هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى مثل ما كان مجموعة من الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام يعني المساعدة المالية يسألون يسألون فكان يعطي الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام أعظم إنسان كان يتصدق وكان لا يرد سائلا حتى ينتهي ما عنده فكانوا يسألون لدرجة أنه يعني يشدون من ملابسه يا رسول الله ما يستحقون كان الصحابة يكلمون يا رسول الله هذول ما يستحقون شون تتعطيهم فيقول عليه الصلاة والسلام إنهم يأبون إلا أن يسألوني ويأب الله علي البخل هكذا كان عليه الصلاة والسلام شوفوا شون كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام سمعته هذا أمر مهم جدا إذن أخواني إخواتي يأتيك السائل طيب إما أن تعطيه من المال أو ترد عليه بكلمة طيبة أما أنك تكذب هذا الإنسان أو تنهر هذا الإنسان أو تسب هذا الإنسان أو تخون هذا الإنسان نحن مسؤولون عن أي كلمة نقولها أمام الله سبحانه وتعالى فإما أن تعطي وإما أن ترد بكلمة طيبة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى فأما أنك ترد بكلمة طيبة وهذه أفضل من الصدقة التي يتبعها أذى شنو يعني صدقة يتبعها أذى؟ يعني أنا أروح أتصدق على واحد واحد يقول لي لو سمحت ساعدني أنا أحتاج فأروح أعطيه فلوس عشر دينار عشرين دينار وبعد ما أعطيه يقول له ترى أنت ما تستاهل بس أنا أعطيتك أو تقول له ترى أحمد ربك أن أنا أعطيتك وأتمنى عليه لا هذا ما يجوز ردك على الإنسان بكلمة طيبة من غير صدقة أفضل من الصدقة بكلام سيء وبأذى وبعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وفي الرقاب شي المقصود في الرقاب يعني تحرير المسلمين من العبودية من هذه عبودية الدنيا أن الإنسان يدفع الأموال لتحرير المسلمين من أيدي الكفار والأعداء شوفوا شلون الإسلام يحرص على النفس المؤمنة أن تكون حرة أبيه هكذا الإسلام يحث على قضية التكافل الاجتماعي أنه ما تكون الإنسان أموال فقط له لا تكون أمواله في سبيل الله طبعا من غير أن الإنسان يضر على نفسه يعني إحنا ما نبي نفهم من هذا الكلام أن الإنسان ما يخزن شيء حق نفسه ولا حق أهله لا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحط عنده الميرة والطعام لمدة سنة لأزواجه عليه الصلاة والسلام ما هذا ما فيه شيء أن الإنسان يكون عنده بعض الأموال طيب يقولك والله أنا بحطها احتياطا لبعض الظروف كذا ما فيه بأس إذا كان الإنسان يؤدي زكاة ما له أما الإنسان فقط يكنز الأموال من غير تصدق ومن غير زكاة هذا الشيء الذي لا يجوز فالمهم أن الإنسان يبذل هذه الأموال في سبيل الله للسائل والمسكين والفقير وكذلك لبن السبيل وفي الرقاب أنك تحر الناس من عبودية الكفار تحر مسلمين من عبودية الكفار هذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة وآت الزكاة وطبعا هذا الأموال متكرر كثيرا في القرآن قضية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذه من أعمار البر التي تدل على إيمان الإنسان أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا أزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته